وفي صفحة أخرى من الاستحضارات الاستباقية يضع خبراء جيوبولاتيك مصدات مختلفة لاحتمالات إعادة تأهيل داعش لأن المعطيات على الأرض توفر أجواء ملائمة لعودة التشدد طالما ظلت حروب المنطقة بالنيابة من غزة إلى جبال قنديل والبقاع اللبناني وأطلبوا قيادات الاستخبار والتحليل العراقي عدم النظر إلى تحذيرات الجيش الأمريكي من خلف الحجاب لأنه يسمع ويرى في كل الاتجاهات بمنظومة تحكم متكاملة ولذلك فإنه يرصد ما لا يراه غيره في الخطوط المتقدمة من المعرفة الميدانية باستمرار حاجة القوات العراقية للرصد الأمريكي العابر للحدود المحللون يطالبون بإبعاد ملف داعش عن التنافس السياسي الذي كان وما يزال الشريان الأبهر في توفير جرعات عودة الإرهاب دون الاعتبار بخرابي 2014